اشتركوا في القناة سيؤدي بالتأكيد في حال عدم انضباطه إلى مشاكل كبرى تؤدي إلى الموت منها النزف الدماغي ومنها السكتة القلبية ومشاكل أخرى ولماذا صامت لأنه لن يعقى عن كثير من المرضى لا يتم تشخيص ارتفاع التوتر الشرياني إلا صدفة أو بعد إعطائه اختلاطات كبرى كالنزف كما تكلمنا وكالسكتة القلبية 70-80% من الإصابات في ارتفاع التوتر الشرياني للأسف يتم تشخيصها صدفة في مجتمعاتنا عن طريق الفحص الروتيني أو نتيجة مراجعة الطبيب لأمر آخر الضغط الشرياني منتشر جدا واسع جدا يقصب إلى ارتفاع ضغط شرياني أساسي هذا عادة ليس له أسباب واضحة ومحددة وهذا يشكل 90% من ارتفاع الضغط الشرياني وتلعب الوراسة دور كبير فيه الأمر الثاني هو ارتفاع التوتر الشرياني الثانوي وهي يكون ناتج عن مشاكل أخرى في الجسم مثل في بعض الأورام الهرمونية في تضيق شرايين الكلوية ومشاكل أخرى طبعا ارتفاع التوتر الأساسي هو يصيب الأعمار في كافة وخاصة الأعمار الكبيرة أما ارتفاع التوتر الثانوي يأتي في أعمار مبكرة قد يأتي في عمر 15 و20 و25 سنة لذلك أي ارتفاع توتر شرياني مبكر يجب أن نعتبره ثانوي حتى يسبب العكس يجب أن نبحث عن أسباب أخرى لهذا الضغط لأنه عدم معالجة السبب الرئيسي سيبقي المريض في دائرة الضغط واختلاطات الضغط ولن يجعل الطبيب يستطيع أن يضبط هذا الضغط الشرياني طبعا الضغط الشرياني ليس كل من قاس ضغطه وطلع مرتفع فورا يجب أن نقول له أنه ارتفاع ضغط شرياني يجب أن يكون هناك أكثر من قياس في أكثر من وقت أثناء النهار يجب المريض أن يكون في حالة راحة بعيدة عن المنبهات دون شرب قهوة أو شاي دون أكل ملح دون وجود توتر نفسي في وقتنا يجب أن نأخذ قياس الضغط يجب أن يكون قياس الضغط المشخص أو الذي سيعتمد عليه العلاج من قبل الطبيب مباشرة يجب أن الطبيب لا يعتمد في قياس الضغط على أي أحد آخر سواء في البيت أو خارج البيت عندما يصبح مقاييس العالمية هناك عدة تصنيفات لارتفاع الضغط الشرياني من منظمة الصحة العالمية وهناك عدة أرقام بعضهم يعتبر أن نتجاوز هذه الأرقام يعتبر الضغط الشرياني طبعا الموضوع في مجال واسع للاختلاف أو للقرار بشكل عام بشكل نبسط الأمور أي ارتفاع للضغط الشرياني الانقباضي يعني هناك ضغط انقباضي وانبساطي يعني الأعلى والأصغر أكثر من 140 مليمتر زئبقي أو الضغط الانبساطي أكثر من 90 مليمتر زئبقي أو كلاهما يعتبر ارتفاع ضغط شرياني حتى يثبت العكس طبعا تختلف الأمور يعني مريض المصاب بأمراض أخرى نعتبر الحد الأعلى عنده يجب أن يكون أفضل يعني مريض السكري يجب أن لا يتجاوز المية وثلاثين مريض الكليتين يجب أن لا يتجاوز المية وثلاثين لكن عم نحكي بشكل عام الرانج هو بين 140 و90 مليمتر زئبقي في حال تشخيص ارتفاع توتر الشرياني المريض يجب أن يلتزم في العلاج لأن ارتفاع الضغط الشرياني هو أول عامل خطر في إصابة في أمراض القلب والأوعية الدموية والأوعية المحيطية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته